تستيقظ السيدة هناء أحمد باكرا من وسط أسرتها الكبيرة إذ انتظرها عمل شاق ذو مخاطر صحية كعاملة نظافة في مستشفى للتوليد لكن أجرها لا يتناسب هذه الوظيفة ويشير إلى ظلم فادح تتعرض له هذه الفئة الأهم في المجتمع عاملات وعمال كثر تكمن مشكلتهم برفض قطاعات الدولة توظيفهم أو حتى التعاقد معهم ليترك مصيرهم معلق بشركات خاصة تستغلهم بأجور ضئيلة دون أي ضمانات معيشية وصحية الكرامة قالتها هذه المرأة بشكل عفوي لكنها تعبر عن جذر معاناة يتجاهلها الجميع بنزعة طبقية لم يتخلص منها المجتمع بعد آدم الحسامي قناة بلقيس عدم